صباح الخير من جديد أعطي الحياة فرصة هي ممكن تكون رسالة صباحية وأيضا هو شعار مهرجان كرامي الثامن لحقوق الإنسان اللي رح يبدأ من خمسة وبيستمر لعشرة تناعش ودائما منحب نركز كيف ممكن السينما تصنع فرق بقضايا حقوق الإنسان مع نست سوسن دروز صباح الخير مديرة المهرجان والمخرجة أهلا وسهلا فيك أهلا صباح النور يعني أعطي الحياة فرصة وهلأ عم بتطلع عم بقول هي بلشت القصة أنه أعطي دنيا فرصة نحن اليوم بدنيا يا دنيا أنه الدنيا ريشة ما فيه الدنيا ريشة في هوى صح دنيا ريشة في هوى كرامة اللي هي نحن الشعار تبعها ريشة خفيفة لأنه كنا دايما نسأل السؤال أنه أين تقع الكرامة هل تقع في العقل هل تقع في الفؤاد هل تقع في الروح نعم فهي عبارة عن ريشة شفافة خفيفة وصعب المحافظة عليها يعني كتير رقيقة صح فالسانة منقول أنه بدنا نعطي لحياة فرصة يعني حابين أنه الأفلام الحقوقية تطلع شوي عن المألوف ندخل على أفلام عن الحب أفلام عن الحياة أفلام للشباب أفلام عن الضحك نعم حتى في عنا فيلم اسمه بطاطا داي يعني فيه أفلام متنوية وطبعا فيه أفلام شوي صعبة بدها تفكير وبدها سؤال وبدها صبر عالو هالبرنامج الأول مهرجان بيفتتح بكرة الساعة السابعة مساءً بالمركز الثقافي الملكي وبيستمر لغاية يوم الأحد سبعة وسبعين فيلم رح ينعرضوا بعدة مسارح بالمركز الثقافي الملكي خلال هالأيام الستة على أي أساس تم انتقاء هالسبعة وسبعين فيلم اللي بعرفه أنه من سبعمية وصلوكم سبعمائة فيلم عالمي وهو لازم نركز إحنا ونذكر أنه مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان هو مهرجان عالبي يعني فيه أفلام من كل أنحاء العالم أي أساس تم اختيار هالسبعين نحن بنعمل شيء اسمه دعوة للإدراج المفتوح طبعا نحن شركاء بالشبكة العالمية لأفلام ومهرجانات حقوق الإنسان وكرامة الأردن أسست كمان شبكة عربية لأفلام حقوق الإنسان لذلك صار في عنا كرامة بيروت، كرامة موريتانيا، كرامة غزة، كرامة فلسطين يعني من الأردن صار في عنا شبكة هاد بيخلينا أنه نتبادل الأفلام وباللحظة اللي منعلن على مواقع التواصل لمهرجان كرامة تبدأ الأفلام توصل طبعا بيصير فيه ليستات من 500، 600، 700 منعمل لجان بنبدأ نحاول نعمل شورت لستين المهمة صعبة وطويلة على فكرة جدا جدا يعني لنقدر ننتقي المناسب الحديث اللي جيد اللي في عنده كريديبليتي يعني لازم القصة تقوم معقولة يكون البحث واضح بنبحث مين المنتجين بنفضل أنه يكون كمان الإنتاج نظيف ومرتب منحب نلاقي أفلام نقدر نجيب كمان ضيوفها مثل فيلم الافتتاح اللي هلأ رح نحكي عنه فيلم الختام الفيلم الأساسي اللي بالوسط اللي هو الفيلم المصري يعني منبحث كمان عن أفلام تعمل يعني مثل وإهتمام وإثارة جدل عند الجمهور صحيح احنا رح نحكي بالتفصيل عن الأفلام بس احنا بالفعل لازم نشهد لمرهجان كرامة أنه عمل تغيير الصورة النمطية حتى للسينما بالمنطقة كلها ليس بس بالأردن كيف تحسي بعد 8 مواسم لمهرجان كرامة عم بوصل صوتكم أكتر عم نقدر نشوف الحقيقة بعيون مجردة وبلمسة جمالية وفنية نفس الوقت نحنا فعلا صار كرامة عمره 8 سنين صار في نوع كأنما صار في مستوى أو standard ارتفع نحنا من كرامة الأول كان في عنا زي كاتيجوري أو خانة بمهرجان دبي حاولنا نضغط عليهم أنه بـ 2010 و2011 يصير في عندهم خانة اسمها أفلام حقوق الإنسان ويكون لها جائزة بعدين قولي لم يكملوا بهذا الطريق صار في نوع من المستوى أنه الفيلم كمان يجب أن يطرح قضية مهمة الأفلام الأخرى الروائية الجميلة تمام حتى هذه الأفلام ممكن يكون لها قضية لكن كيف ينعملنا نوع من البوزيشنينج يعني كيف تقدمي الفيلم كيف تحكي عن قضيته كيف ممكن هو يصير له معنى أو له معنى تحت الثيم اللي أنت عم بتقوليه أنا أظن إيه أثر على المنطقة أنه شو يكون المتطلب وقديش الجمهور صار متطلب وصار في عنده تفاعل وصار في عنده يعني حتى في جمهور كرامة بيجي بيقول لا أنتو ما لطولنا أنه راح تحطوا الفيلم القصير هاد قبل الفيلم القصير هاد نحنا أجينا خصوصي لأنه طبعا هو مهرجان دولي لذلك أنت بتطرح عندهم خيار وهذا الخيار اللي رفع المستوى جميل هو الخيار الحلو يعني زي ما تفضلت قبل شوي أنه كل المسارح أو أربع أربع ثلاث أربع مسارح مشغولين بالمركز التقافي الملكي كل منطقة فيها عرض فيلم مختلف هلأ فيلم الافتتاح بكرة هو الفيلم اللبناني ربيع صحيح احكي لنا عنه ربيع هو قصة بطل الفيلم كفيف وهو سيكون موجود بالقاع سيقدم فيلمه وهو فعلا كفيف فبيحكي لنا عن حاله هو يبحث عن هويته ونحن يعني نحن حابين وهو يقع تحت موضوعة أعطي الحياة فرصة يعني أعطي ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي البصيرة هن بيسموهن فرصة جديدة ليبحثوا طبعا هو يعني مزدوج مزدوج الرسالة نعم فحابين أنه نفتتح فيه طبعا فيه أفلام خلينا نقول ممكن تكون تعمل زخم ممكن يقوله أكتر لكن هذا الفيلم فيه صميم الموضوع أفلام أخرى طبعا بالمنتصف فيلم نيل هيلتون ماذا حدث اللي حصل اللي حصل في نيل هيلتون صحيح نا 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 فيلم جديد كمان ربحان بسندانس ربحان جائزة وفيلم الختام كمان ربحان هو فيلم فلسطيني فيلم الختام فيلم الختام استياد أشباح من فلسطين ربح كمان جائزة بيكان ثلاث أفلام معروضين إما بيكان إما بسندانس وربحين جوائز نعم لما نحكي عن أفلام بقضايا شوي بروح أقلنا للفيلم الوثائقي لكن هون إحنا منحكي في أفلام روائية في أفلام تحريكية إيش بتحسي من خلال تجربتك أنه الفلم اللي عم بوصل بطريقة أقرب وقديش إحنا غيرنا كمان من الصورة النمطية للسينما الهادفة والسينما الحقوقية على قبل شوي كنا عم نحكي مع بعض تحت الهوى أنه هل الأفلام كلها مستنبطة أو يعني الإلهام من قصص حقيقية وأنا جاوبتك أنه حتى الأفلام الروائية معظمة من قصص حقيقية مش بالضرورة يكون فيلم وثائقي معظم الأفلام الروائية اللي هلأ بتحكي عن منطقتنا تحديدا مأخوذة من قصص حقيقية فبتلاقي أنت فيلم كامل عن موضوع اللجوء فيلم كامل عن موضوع حقوق المرأة بس طريقة غير مباشرة أفلام تحريكية أنت عم تحكي عن أفلام الكارتون صيرة مهمة جدا جدا يعني فيلم بيكون قصير ومقتضب ومكسف بيحكي بصميم فكرة حقوقية أو انتهاق حقوقي لموضوع وفيه أفلام معمولة خصوصة عن قضايا طبعا يعني مثلا نحن محضرين فيلم عن مادة بالقانون 308 وكيف تم توقيف هذه المادة يعني فيه أفلام حقوقية مع بيكون شيء اسمه دعوة للمناصرة أو مع الأدفوكسي هاي بتكون أفلام متخصصة كثير مع مادة بالقانون نتحدث عنها بس البقية هي أفلام اللي فهمتوا منك لأنه عنوانه أعطي الحياة فرصة هناك أفلام هي مش بالتحديد وثائقية أو حقوقية لحقوق الإنسان ولكن تعطي المعنى أو تعطي المغزى طب هلأ كيف الناس اللي بدون يحضروا وين بقدروا يشوفوا ترتيب الأفلام لحتى يعرفوا يتوجهوا للمركز الثقافي الملكي وين موجود التفاصيل؟ هلأ بقدروا يدخلوا على كرامة فيلم فيستيفل على صفحتنا على الفيسبوك كمان تاخدهم على الويب سايت من خلاله بقدروا يعرفوا شو البرنامج اليومي نحن رح نعلن البرنامج اليومي وبشكل مفصل بقدروا يعرفوا مين لجان التحكيم مين الضيوف نحن السنة عنا 35 ضيف وضيفة في عنا ستارز كمان وفي عنا ناس طبعا متخصصين يمكن مش معروفين أكدر وراء الكواليس طبعا الدعوة عامة بقدروا يوصلوا يوميا على المركز الثقافي الملكي وياخدوا بروغرام مفصل وفيه بروغرام طبعا مكتوب يعني فيه كتيب كبير وفيه بروغرام صغير وبيدروا ساعتا يعرفوا فيه ندوات فيه ورشات فيه بيوم الجمعة ساعة ثمانية فيه كونسرت كبير فيه حفل موسيقي ضخم لميا لفرقة ألمانية سورية اسمه نشكون بحبوهم الشباب يعني هاي بعد ما انتخابات الشباب هيق قرروا رجينا عدة فراء انه انتوا شو بتحبوا ندعو بقلبه طبعا فيه حكي اكتر عن شي اسمه تكريم الكرسي الفارغ السنة نحن عاملين عاملينه على شرف جون لينن اللي بيغني اخبار كل الناس اخبار كل الناس طبعا لاني نحن عاملينه على اليوم عام منقرب اكتر اذا بتقدر يتحكي لنا من موضوع صناعة السينما بالاردن شوفي نحنا بالفريق تبعنا يعني نحنا مكونين من مجموعة مش قلته قبل شويه نحنا بنعمل كل هاي الافكار يعني فيه انا موجودة فيه ايهاب الخطيب هو المدير الفني لهذا المهرجان والتداول دائما بيحدث على موضوع محدد نحن دخلنا هلأ على مرحلة التواصل الاجتماعي مفتوح للجميع عم ينحط التريلرز للجميع بطلت السينما النخبوية لانه حتى صانعي السينما بقدروا يعملوا فيلم بآلات صغيرة جدا فالسينما دخلت على عصر جديد هو عصر ديمقراطي تحكي قصص الناس الصغار مش بس تحكي قصص التاريخ وقصص العظام يعني مش بس العظيم اللي بيكون في عنده قصة الكبير والصغير واللي ما عنده يمكن صوت صار عنده صوت من خلال السينما دائما الحكي معك متعة سوسن دروزي شكرا لوجودك معانا سعيدين جدا انه انت تكوني اخر فقرة من فقراتنا وهيكي حركت فينا مشاعر اكيد وفكر فشكرا سوسن دروزي بتقدروا تتوجهوا للمهرجان كرامة فيلم فستفل تعرفوا كل التفاصيل بكرة الافتتاح ساعة السابعة مساء ولغاية يوم الأحد سبع وسبعين فيلم رح ينعرضوا شكرا شكرا لحضورك معانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة